بسم الأب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين كل سنة وإنتوا طيبين بنهاية تعايم وبداية عام جديد وخلاص كلها يومين نحتفل بعيد الميلاد بنعيد على قداسة البابة ودروس الثاني ونيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية معنا النهاردة قناة نيسات بنشكره على محبته وقناة نيسات النهاردة مغطية تسبحة والأداز بنشكرهم إن شاء الله يوم الجمعة بالليل هتبقى ليلة العيد الحمل هيبقى الساعة 8 في المطرنية ويوم السبت إن شاء الله المعيدات هتبقى في المطرنية من 9.5 إلى 12.5 وهنا في الدير من الساعة 6 أخرى النهار إلى الساعة 9 كل سنة وأنتو طيبين إنجيل النهاردة إنجيل معلمنا ماري متى البشير الصح وهو أنجيل بيتكرر في كنستنا كتير جدا خاص بالشاهدات والقديسات الآية اللي حب أتأمل فيها معاكم النهاردة وخصوصاً في إحنا يعني يعتبر في منتصف الليل وصهرات كياه كتمتاز دايماً إنها هي إيه في الليل يمكن السنة دي يعني أول أسبوعين كانوا كويسين بالنسبة للجو النهاردة يعني برد شوية وكل ما تكلفت ومنعنس فسيوا إيه الأولاد الصغير هم الصحيين وكبر ناموا فسحصحوا معايا كده إيه عشر دايق كده في العزم الآية بقى بتاعت في منتصف الليل ففي منتصف الليل صار صراخ هوز العريس قد أقبل فأخرجنا للقاء ففي منتصف الليل حلو جداً إن العريس دي في وقت يعني رغم إن العشرة كانوا مستنين والعشرة منتظرين والعشرة عزارة لكن هو تأخر والعشرة ناموا نعسنا جمعهن ونمنا ناموا العشرة ناموا العشرة لكن خمسة كانوا نايمين وقلبهم مستيقز أنا نائمة وقلبي مستيقز حتى لو الجفون والعيون نائمة القلب مستيقز آه وده برضك شيء كويس شيء جميل إن ممكن إنسان بطبيعة الجسد ينعس وينام لكن يظل القلب في حالة يقزة روحية يظل القلب في حالة يقزة روحية حتى لو الجسد غلب النعاس والنوم لشان كده الخمسة اللي هما تميزوا بالحكمة كان قلبهم في حالة استيقاظ رغم من الجسد نام لكن إيه كان الخمسة كانوا حكمات لأن قلبهم كان مستيقزا وكانوا حكماء لدرجة إن هما كان معاهم ما يكفي ما يكفي لهن ما يكفي لهن مش يكفي لنا ولكن كان عندهم ما يكفيهم ما يكفيهم حتى لو تأخر العريس ودي كانت حكمتهم إن هما عندهم ما يكفي لهن ما يكفي لهن في برد الشتاء وفي منتصف الليل وإن هما مستنيين العريس وده يمكن ميزة صهرات كياك إنها إيه بتدي كده إيه يقزة يقزة لأن في الميلاد كان المستيقزين على حراسة رعيتهم كان لهم أحلى نصيب في البشرى بالميلاد وهم الرعاة المتبدين الذين يحرصون حراسات الليل على خرافهم كان هما أول ناس لهم البشرى بميلاد ربنا يسوع المسيح الملائكة ظهرت لهم وقالت لهم إيه ده فيه النهاردة فرح عظيم فرح عظيم فرح ودوهم التزبحة الجميلة بتاعة المجدول الله في الأعائلة وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر كانت من نصيب الصهرانين كانت من نصيب الرعاة الصهرانين الذين يحرصون حراسات الليل ما خدهوش النيمين ما خدهمش إيه حد كان إيه ولا راحت لليهود ولا راحت لكهنة اليهود ولا راحت لأي حد تاني خالص ولكن البشرة ذهبت للرعاء الذين يحرصون حراسات الليل يا طب ده الأولى تروح للي عندهم النموس واللي قاعدين لا ما راحتش للناس دي خالص ما راحتش لأي حد هذه البشرة غير للرعاء الذين يحرصون حراسات الليل لشان كده العريس عندما يأتي يأتي للذين يحرصون حراسات الليل على قلوبهم وعندهم يقزى روحية ليس فقط الرعاء هم اللي يعني مسؤولين عن الكنائس أو لا ده كل واحد راعي نفسه في الأول كل واحد راعي بيته وبعد كده هتلاقي كل واحد راعي فصله في مدرس الأحد وبعد كده كل واحد راعي كنسته وكل واحد راعي أبروشيته لكن فيه راعي نفسك في الأول وراعي بيتك شان كده دايما لما عيجي عيجي للذين يحرصون حراسات الليل عيجي للذين ايه مستيقظين حتى لو كانت عينهم نائمة لكن قلبهم مستيقظ شان كده ففيه منتصف الليل صار صراخ هوز العريس قد أقبل فإيه فأخرجنا للقاء كل واحد عيس مع هذه الآية هوز العريس قد أقبل أخرج للقاء أخرج للقاء حب جدا قصة العشاء لما بعد ثلاث بطاقات دعوة رب البيت بعد ثلاث بطاقات دعوة وقال ايه تعالوا حضروا ايه عشائي عشائي قد أعد تعالوا البطاقة الأولى لواحد كان لسه جاي بغيط أحق واحد البطاقة التانية كان واحد لسه مشتري أبكار والبطاقة التالتة كانت لواحد لسه متجوز والثلاثة استعفوا عن الحضور أسألك أن تعفيني هوز العريس قد أقبل أنا مش جاي التلاثة كان لهم رد واحد أسألك أن تعفيني أنا مش جاي يا لما يكون الواحد معزوم على العزومة كده يفضل مستني المعاد أنا عنت عزومة لأسبوع الجاي أنا عنت عزومة لأسبوع الجاي ويفضل مستني المعاد ويفضل مهتم جدا بالبطاقة بتاعة الدعوة ويفضل حطتها في جيبه وحطتها في المحفظة زي مثلا كده يكون واحد عنده تذكرة أطر كده يفضل خلي باله منها شيلها كده في المحفظة وكل شوي يفتح بص عليها ولا البطاقة بتاعة البنك أي حاجة مهمة كل شوية تفتح تبص عليها لكن تخيلوا لما تيجي بطاقة دعوة العشاء دي ومش أي عشاء ده مع رب البيت مع سيدة البيت مع إيه؟ مع الله نفسه وييجي بعد كده الواحد يقول إيه؟ مش مهم رح رميها كده في أي درج وييجي إيه؟ وين سوا حطها فين؟ وخلاص مش مهم وييجي بعد كده لما ييجي يقولوله يلا في معادل عشاء يقول لا لا يبتدي إيه؟ يدور على حجة يدور على حاجة عشان خاطر إيه؟ يريح بيها نفسه فييه؟ يقول أي حجة الأولين يقول أنا رايح أشوف الغيط هو رايح حد بيطلع الحقل بالليل عشان يقص غط حد فيه فيه أيسين بيطلعوا بالليل الأياس ده بيطلع الصبح حدش بيطلع لي الحقول بالليل والتاني قال لا أنا رايح أجرب البقر أشوفه حلوة لا مش كويس وإيه نظام البقر يشتريته ده طيب ممكن تشوفه الصبحية والتالت اللي لسه متزوج قال برضك قال إيه أنا إيه مش رايح العشة ده فالتلاتة استعفوا عن الحضور لما العريس أقبل مرضوش يطلعوا أول ما العريس أقبل مرضوش يطلعوا لكن تعالوا نشوفوا الأعمى اللي كان قاعد بيستعطي على الطريق قاعد بيشحد أعمى وقاعد بيشحد فيعني وبردك بيبقى عندهم قوة سمع شديدة فسيما عند يوم ده وفيه حركة زيادة شوية فسأل يعني النهار ده فيه رجلين كتيرة في الطريق قالوله قالوله أصل يسوع النصير معدي إيه ده؟ يسوع النصير معدي ابتدى يصرخ ارحمني إيه؟ يا ابن دقود ارحمني لدرجة التلميذ قالوله أسكت أسكت فصرخ أقصر كثيرا يا ابن دقود ارحمني فلما ربنا ابتدى يبصله قالوله هو اهو إيه؟ سين معك اهو أسكت بقى فقال له هيا عايز ايه؟ قال له عايز أبصر هنا دو هنا ده العريس قد أقبل وما سبوش زي عروس النشيد اللي قالت ايه؟ أمسكته ولم أرخه أرى عايزه أقبل مش مواما ييجي بكرة ييجي بعده أنا يعني مش فضية للنهار ده لا ده أول ما عايزه ما قد أقبل أمسكته ولم أرخه ففي منتصف الليل هوز العريسه قد أقبل فأخرجنا للقاءه الأمة اليهودية العريس جالها الأمة اليهودية العريس جالها ولكنهم رفضوه أصلبه أصلبه مين اللي استفاد الأمم يا اللي هم مش الحزبان خالص هم بقى ايه؟ زي الكنعانية اللي قدت له ايه؟ والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الساقط من مائدة أربابها اليهود ما استفدوش لصلبوه ولكن الاستفاد مين؟ الأمم هي اللي استفادت النور جاء للظلمة والظلمة لم تدركه أحب أحب الظلمة أكثر من النور هوذا العريس قد أقبل مش عايزينه مش عايزينه أصلبه أصلبه وإطلق لنا برباص يا وكان برباص للصن هوذا العريس قد أقبل كل واحد العريس هيجيله كل واحد العريس هيجيله يجي خبرت عليه كده العريس قد أقبل ها جاهز في منتصف الليل أنت جاهز أنت حكيم ولا جاهل حكيم مستنيني هخش أتعش عندك جاهل وتقول لي أنا في فراش اليوم قاعد مع أولادي مقدرش أفتح لك الباب فأنت فوت علينا بكرة يا رب إحنا مش فاضين لك النهاردة هنا بقى والله خلاص راحت عليك الفرصة راحت عليك الفرصة جيت دورت عليك ماردتش تفتح لي خبطت على بابك ماردتش تفتح لي هوزن عريس وقد أقبل فأخرجنا للقاءه كل سنة طيبيا ربنا حافظ عليكم ولإلهنا كل مقدر وقرام في كنست وللأبد أمين شكرا للمشاهد شكرا للمشاهد